أولاً دفتر اليومية والذي يمثل الخطوة الأولى من خطوات الدورة المحاسبية نتناول أولاً مفهوم دفتر اليومية فهو عبارة عن سجل تسجل أو تقيد به العمليات المالية التي قامت بها المنشأة طبقاً لتواريخ حدوثها أو مرتبة ترتيباً تاريخياً وباستخدام نظريت القيد المزدوج إذن ما يهمنا في دفتر اليومية هو الترتيب التاريخي لحدوث العمليات وبناء عليه يتم إثباتها داخل هذا الدفتر اثنين شكل دفتر اليومية توجد عدة أشكال لدفتر اليومية تحتوي على كثير من المعلومات المهمة في بعض الأحيان ولكننا سوف نركز على شكل مبسط يركز على العناصر الأساسية الواجب توفرها في دفتر اليومية والتي تمثل الحد الأدنى من المعلومات التي يوفرها هذا الدفتر نقوم بعمل ما يشبه العنوان لهذا الدفتر ثم نقسم الدفتر إلى أربع عمدة العمود الأول والثاني يمثلان المبلغ أو المبلغ العملية ويتم تقسيم هذا المبلغ إلى مبلغ مدين ودائن طبقا لقاعدة القيد المزدوج التي أشرنا إليها سابقا والتي تعني أن لكل عملية مالية الطرفين أحدهما مدين والآخر دائن ثم نحتاج لبيان من هو المدين ومن هو الدائن في عمود آخر وهو أكثر الأعمدة عرضا لأنه يحتوي على بيانات أكثر فيحتوي على اسم الطرف المدين واسم الطرف الدائن إضافة إلى شرح لكل عملية ثم في النهاية يكون لدينا التاريخ لهو تاريخ العملية وهو طبعا الأساس الذي يحكم إعداد دفتر اليومية هو تاريخ الحدوث نلاحظ أن في المبلغ يكتب المبلغ المدين في عمود المدين والمبلغ الدائن في عمود الدائن ثم تكتب أطراف العملية المالية في خانة البيان ثم يكتب التاريخ في عمود التاريخ يمثل ذلك الشكل المبسط لدفتر اليومية لكن كيف يتم الإثبات أو التسجيل في دفتر اليومية Recording in the Journal طبقا لطريقة القيد المزدوج يحتاج الإثبات في دفتر اليومية إلى أمرين لابد في البداية من أن نقوم بتحليل كل عملية مالية كما تنص قاعدة القيد المزدوج لأن كل عملية مالية لها طرفين طرف مدين وطرف دائن وهما ما يمثل طرفي العملية حيث أن لكل عملية طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة ويتم تحديد الطرف المدين والدائن في ضوء نظرية أو قاعدة القيد المزدوج أو معادلة الميزانية التي سبق الإشارة إليها في الفصل الثاني ثم بعد ذلك تسجيل أو إثبات العملية في دفتر اليومية نلاحظ أن ذلك يتم كالآتي في خانة البيان يكتب اسم الحساب المدين على السطر الأول من القيد في الاتجاه اليمين ويثبت المبلغ المدين في نفس السطر في خانة أو في عمود المدين نفس الكلام بالنسبة للدائن نكتبه في السطر الثاني أسفل القيد المدين ولكن في اتجاه اليسار ويثبت المبلغ الدائن على نفس السطر في خانة أو في عمود الدائن يكتب تاريخ العملية في السطر الأول في خانة التاريخ ثم يكون هناك شرحا مختصرا للعملية يكتب بعد كل قيد في السطر الذي يلي الحساب الدائن مباشرة ترجمة نانسي قنقر